محمد صحيح تفضل حكي لنا وش جابك اليوم عدنا أولا قبل كل شيء نشكر قناة معار نش نعفو نتنعك مشرفنا بحضورك صحيح بش نقدر نكرم الوالدة تيهي صحيح لأنه محمد جاوة لحها لحضورنا في البلاتو بش يكرم الوالدة دياله أنا ما نشأ ما نشأ مأمن وش نحك ماكش مأمن مالله ما نشأ منك دبالي ما نشوفك غير نشوف هكذا مالله ما نشأ مأمن أنا هاي وليدتك معايا نقعد يومين نشوفها وش نتقذق ما شاء الله نقول لك كل حاجة مونك حاجة ولا حتى نروح لها ونشوفها ما نشأ قال مالله ما نشأ مأمن وش بحاجة اللي ماكش مأمن وشهم يحكوا قصة قتا ولا قصة اللي سمعتها هذا قصة تتعا الأمات هذون ماكش مأمن أنه كين ولادي رميوا ولادهم وبناتي ضربوا يماهم مالله ما نشأ مأمن يعني أنت ما تتصورش هذا في بالك هذا مالكش لا بديهم نتاعي في مخيمة كيف والمفروض في العائلات الجزائرية ككل أنه ما فيش هذا هو وهذه الشخصية الجزائرية الأصيرة اللي متشبعة بالقيم صحيح هذه الشخصية الجزائرية عائلات محافظة مثل كنت تود المحبة والحنان للوالدين تاك ولذلك استغربت مثل هذا النشوذ استغربت أنا الشهد يحفظ ولا يقصوا علي بنتي ضربتني يحاوزني أنا ما أفهم نحن ندعيه بالعكس الوليدة ديالك تستحق بينا جي الحجة تشرفنا حسان نعم جي الحجة حالكي وردية رب يخلليك إن شاء الله يعطيك الصحة وليدك جاء اليوم يكرمك بس هازم نعرفه كيفاش وحتاجتك هذه الفكرة الفكرة ما أجبش على كلها نشكر الأخت فضيلة رئيس بصمة الخير جمعية بسمة الخير نعم هي اللي ومعها الأخت أمينة حريش صحيح نعم هما اللي تأصروا بي كلهم إيه نماذبية الحمد لله أحكي لي قولي الوالدة ديالك وصفها لي في كلمة يا كريمة من جم بلنا أحكي لك أشهر كامل من أقدر سنكمل صحيح الحجة مرحبا بيك معنا يعني تشوف يوليدك هكذا الحمد لله قل لك يومين ما نشوفش ما يحبل نتقلق صح نتقلق لا هو يومين أنا كيت الحق السبعة ما يدخلوش نولي بي حاجة واحدة آخرى شفتي أنا أولادي يقع وحنا كين خاوة كين بزي خاوة كين عندي أولادي كين سبعة وكين ربعة بنات خمسة بنات خمسة الله يبارك نحن سبعة كورة ساكين وحدنا كين جوجبك اليوم معها كل وحده داروا نحن بي حينما نحن بي أنهار بنهار يقول لوليها يقول لولاك يجولي يا قا عملوا ولدنا هم العمر يو شيخ الله يبارك يو شيخ بابا ما شاء الله طرقنا أصلا لحسالي حيبار لا عندي دارة بسحوة نحن بي صغير يشري لي شكبش جابز وجباش حطهم لي قال لي ما خيرك قال لي اللي بغيتي تدي هدي حبي تبري راسك قال لي خطار كاش مرة قلقك ولا قلقك ولا دك يو دير خلقنا قلقهم هديرو ذيك هديرو ذيك ووش تحط طلبي ديروه لك الحجة ولا غشين هذا خدم مالية كان صغير كان عنده 14 سنة تخرج من القراية يخدم وكامل مزوجين وانواء جاعة تيل يرمزو وشتور عنده شعرين وإذاك شوية وشنا شوية مقلل ساتو انا يا موسي انا أنا موسيت الحد الان شفتي انا عالحد الان ونشوفو توقع وما عنده شو لا غير لا غير بصغير لا يا ولا يومين باكذا ما قائع جولية قائع نعم فيما وش تحب وش مدحب وش تحب ايه نعرفها ويش تحبت خاليا سيكلين او يم الله اعرف خاليا سحال تعيط لها في النهار من المرة جيليا كريف انتي ما ترضيش بالتليفون لازم تشوفي قدامك قدامي سعيدك جول باباهم ويحبوا باباهم يقول لهم ارواح ليا كومبتا ارواح نشوفك اياما ارواح لكم الباباكو انساء الله يا ربي انساء الله قاوالدين قاوالدين قاوالدون مذراري قاوالدين وكي صاحة الفورسا كل الملايين الجزائريين كل نهارو كيفا مساكناك كل واحد وكل نهارو كيفا شفنا مقبل خلتي بردية قاتلك وليدها مع مرتو شوية حرشاتو عليها انت لو كانت ما مرتكية نهارها قداد تقول لكي ماكو لها ديك فش تحب لك بكل صراحة صراحة ولا غد تحكي لي مرتك ولا غد تقول لي كي سواء الحكذا والله ما ندير عليها صراحة وتسمع لك تسكت الحمد لله تحكي لي تقول لي هاي جيت معا شوش قاتلي دي لعجوزة عادي دي لعجوزة يمك رجلت تحب لها يمك تسكت تسكت هذا كي كانت معايا ساخنة كانت صغيرة كي كانت صغيرة خلاص يتعلم الضغط صاحك أبدا تقول لي حمد لله صورة جميلة أستاذ الشيخ ربما هذا نتاج نتاج تربية صحيحة نتاج تربية سليمة نتاج القيم ربما لزرعاته الوالدة في في الابن هذا هو نتاج تاحه اليوم كان تكريم لهو أجمل وأنبل تكريم ربما أنه يكرم الواحد الوالدة تاعه في حياتها وربما يدي ريضة ريضة الوالدين متعلق بريضة الخالق وإن شاء الله كل الأبناء ينالوا ريضة الأولياء انتاجها من خلال هذه التصرفات النبيلة والقيمة الحمد لله يا أبي سيخ الحقيقة أن هذا هو الأصل في العائلات المحافظة وخاصة المجتمع الجزائري ربما الناس الآن عندما يشاهدوننا في نموذج من النماذج لتوقع فيها مطبات أخطاء زلات إلى غير ذلك ربما يقول لك بأنه هذه معادة غالبة لا أبدا هذه استثناءات والشاذ يحفظ ولا يقص عليه إنما الأصل هو هذه العائلات عائلة الآخرة محمد أخ محمد مع الوالدة تعود طيبة مع الأسرة طيبة فعلا نحن بشر نختلف في الآراء ونختلف في الأمور أكيد الكنة مع الحماه يختلفوا في آراء يختلفوا في كذا أن نروح اليوم نزور لا تروحيش غدوة هذه موجودة لكن تغلب الطيبة والأخلاق الحسنة والقيم هي التي تغلب فأنت الآن يعني تمثل نموذج العائلة الجزائرية والأسرة الجزائرية من شرقها إلى غربها شيء جميل جدا شيء جميل جدا وأنك في الدار راك الآن بحنانك معها ورعايتك معها شيء جميل ولكن أردت أن تكون قدوة للناس للعالم فجيت لقناة النهار لبرنامج موار الجدران من أجل أن تخرج من وراء الجدران إلى مع عباد الرحمن باش تكون في هذا الحنان وهذا الطيبة هذه بارك الله وفيك شيء جميل بارك الله وفيك شيخ شكرا جزيلا أنا كروح زاما حاجبها بخميس في الله بالجمع احنا الجزائرين معروفين بخميس صح يتلقى وقال عائلات داري داري لما نصل لها ندل لاري جاجة طبعا مثال قضيان أنا ندلها زوج الله يبارك احنا عائلة كيني أقف كين ندلها زوج احي بارك يعني وش تريليك تريلي منك نشرليها كثير منك بارك الله وفيك هذا مشي انشاء الله يا ربي ربي كملكم بالخير يخليكم دايما هكذا ان شاء الله ان شاء الله حبي تكرمها نشوف باقة ورد ولا أرواح ولا أجمل ربي خلي دايما ان شاء الله احي بارك احي بارك احي بارك جيتني كرم صح الحاجة وش تقولي لول محمد وش تقولي لول وش تقولي لولا ربي يعطي صحة وربي شده في وليداته كيمة دليلية شاء الله يدير له عنده اطفال واحد عنده اطفال يلزو جبنيات هادي والصحة يا جخة احي بارك أجمل وردة خلما هذوك الوردات بطولك يا عمرك وربي خليكم دايما هكذا ان شاء الله وصورة جميلة جدا كيمة قلكم شيخ انتوا نموذج هذه الأسرة الجزائرية طبعا بقيت في قلبها قلتني من شوقا حبيت نول لك لوينا زمان عاوان 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 الله غانب جاهب الوباء نعم ديروا الخير وكل شيء هاي في مثابة ما زلت حبها راحة وخلها مدام 15 يوم شغل نجيلة نيوان شاء الله شاء الله ندعي وربي يرفض دعينها الوباء إن شاء الله شاء الله هذه كورونا ربي يرفض دعينها ونصر الله ونقول يا ربي يحدي بلائنا شاء الله يروح هذه الوباء ندعيها إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يرفض ونحن ونحن طبعا اليوم كذلك رأي منور البلاتو جماية بسمة بسمة خير جيتوا من البليدة من البليدة تفضلي البليدة الوريدة هكذا جيتونا كتر خيركم مرحبا بكم سيدتي الكريمة تفضلي نورتونا اليوم في البلاتون تيو كل أعضاء الجماعة مرحبا